إلا كيتاح لك الشعر فرع عندك واحد من هاد الأمراض السلام عليكم أنا عبدالطيف قائل بشركة دي اكس الشعر اللي كيتاح كيعاني منه واحد عدد كتير ديال الناس بسبب عدة عوامل هاد شي لغادي نشوفوه في الفيديو ديالنا ديال اليوم السبب الأول هو نقص الفيتامينات في الجسم بحل فيتامين ا بفيتامين بي فيتامين سي فيتامين دي فيتامين ا بلي كيكون نقص واحد من هاد الفيتامينات فالشعر كي يتيح بطريقة ليهي كتيرة كذلك الناس اللي كيكون عندهم فقر الدم الناس كيكون عندهم نقص ديال الحديد الناس كيكون عندهم نقص ديال الزنج الناس كيكون عندهم نقص ديال البيوتين في الجسم ديالهم كي يسبب لهم تساقط ديال الشعر كين السبب الثاني اللي هما لأمراض الجلدية بحل الصدافية بحل القشرة ديال الرس كذلك كنلقوا الناس اللي يضعافين بزاف في الجسم ديالهم كيتاح لهم الشعر السبب الثالث اللي هو اكثرة الغسيل ولا من اللي كانستعملوا الشاشوار بزاف ولا كانستعملوا ديك المشطاء ديال دولي ان الشعر كانعطيه الحرارة بزاف واي حاجة كانعطيهها الحرارة ركاد دوب وكطح كذلك من اللي كان لقى بعض شامبونات وبعض الزيوت خصوصا انهم ما كيكونوش طبيعي ولا ما كيجوش مع النوع ديال الشعر ديال كذلك كانلقاو العامل الرابع اللي هو تغذية غير سليمة يعني ديك الشي اللي كاناكله مش يصحي وما كيستفدش منه البوصيلات والهرمونات ديال الشعر اما السبب السادس عند الاغلبية ديال الناس كيكون خصوصا العيالات كيكون حبوب منع الحمل وحتى العيالات من اللي كيكونوا والدين لانه كيكون تغيير ديال الهرمونات بشكل كبير بزاف ولكن هاد الحالة قليل فين كتكون كذلك الناس اللي كتكون عندهم المرض ديال الدئبة لانه كتكون المناعة في جسم طيحة بزاف يعني مش غير الشعر اللي كي يتح كالطيح المناعة ديال الجسم كامل كذلك العامل السابع اللي هو الغضة الدراقية لقوات خل اغلبية ديال الناس اللي كتكون عندهم هاد الغضة الدراقية ركي يتح لهم الشعر بواحد الواتيرة اللي هي كبيرة بزاف. اما السبب الاخير في الحصة ديالنا اللي هو تكييوس المابيد. الناس اللي كتكون عندهم القرة في الولدة ديالهم ركي يتح لهم الشعر بواحد الواتيرة اللي هي كبيرة بزاف لانه كيكون واحد الخلال في الهورمونات في الجسم وخصوصا هورمون الاندروجين كيكون زيد بزف في الجسم هو اللي كيسبب خلال في الخلايا ديال الجسم وكيطيح بالشعر بواحد الواتيرة اللي هي كتيرة بزف. كان نصحكم تتبعوا نظام غدائي صحي وتبعدوا على المواد اللي فيهم مواد استناعية وفيهم لبرودوي شيميك وتاخدوا المكملات الغدائية باش غادي يعود لكم هاد النقص كامل اللي كيكون في الجسم ويكون الشعر ديالكم طبيعي وما يبقاش يطيح. توصلوا معايا في المرة اللي كتبال لكم على الشاشة. باش نقول لكم ان شاء الله المكملات اللي غادي ينتخدوا وغادي يجوا مع كل حالة من الحالات اللي كتعانيوا ومنها. كان معكم عبدالطيف زوم.